في الوقت الذي تواترت فيه الدلائل والمؤشرات وعلى تعظم الدور الروسي في ليبيا يبدو أن أوروبا التي تعد ليبيا ساحتها الخلفية لن تقف مكتوفة الأيدي طويلاً أمام هذا المد الروسي دعم روسيا للجنرال خليفة حفتر قابله دعم أوروبي لرئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج حيث دعته ممثلة الهيئة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني لزيارة بروكسل الأسابيع المقبلة موغيريني أكدت هذه المرة أن الملف الليبي سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ولم تخفى الموغيريني أيضاً عن تذكير السراج بتدريب الاتحاد الأوروبي لعنصر خفر السواحل الحفاظ على أمن المياه الأقليمية وتصدي لجبكات الهجرة غير الشرعية تقدم روسيا باتجاه ليبيا دفع أوروبا إلى تكثيف تحركاتها ففي تعليقه على التحرك الروسي قال وزير الخارجية الإيطالي إن الاتفاقيات المحتملة بين حفتر وروسيا يدفعهم للعب دور أكبر بلغ حد التصريح بالحوار مع حفتر يتذلك بعد انتقاد الحكومة المؤقتة الموالية لحفتر وجود بارجتين حربيتين إيطاليتين قرب السواحل الليبية ورغم حظر تصدير السلاح إلى ليبيا فإن بريطانيا بصدد إعادة بناء منظومة دفاع جوي متكملة في مصراطة لصالح كتائب مصراطة تحرك ينبئ بماذا تخوف الدول الأوروبية من انفلات الأمر من بين يديها وفقدانها سيطرة على ليبيا التي تحولت إلى مرتع لجميع الدول بعد أن تعددت فيها الحكومات والفصائل المسلحة